بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة الكرام لقد دخل علينا شهر شعبان وأظلتنا لياليه الكريمة والسيدة عائشة رضي الله عنها فيما يروي الإمام البخاري في صحيحه تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر كصيامه من شهر شعبان فكأنه كان يصومه كله ويروي أيضا أصحاب السنن والصحاح من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أرك تصوم شهرا صيامك من شهر شعبان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم فيدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضيلة هذا الشهر وهو أنه يقع في وقت غفلة ربما يكتهد الناس في شهر رجب في العبادة وكثير من الناس بل كل الناس يجتهد في شهر رمضان لكن الكثير من الناس يغفل عن شهر شعبان وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم وحين نتتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن هناك ثلاثة أنواع من رفع الأعمال إلى الله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ويقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر والفجر فيأتي الملائكة يكتبون الأعمال ويرفعونها ويرفع عمل الليل قبل عمل النهار وحين سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه اليوم الخميس فقال عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وقال عن يوم الخميس ذاك اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم فدلنا بذلك على نوع آخر من رفع الأعمال إلى الله بعد رفع الأعمال في الفجر والعصر يعني الرفع اليومي هناك رفع إسبوعي وهو يوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله يعني أعمال الإسبوع كاملة أما النوع الثالث فهو الرفع السنوي يرفع العمل إلى الله كاملا سنويا في شهر شعبان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم وهذا يعني أن النبي يدلنا على أن الأمور بخواتيمها فأنت حين تجتهد أن تكون صحيفتك ختمت بصيام وصيام كثير في هذا الشهر أو بصيام الشهر كله فأنت بذلك قد ختمت عملك بالمسك كما يقولون ختامه مسك وأنت بذلك قد توجت أعمال السنة كلها بصيام هذا الشهر الكريم يضاف إلى ذلك أن هذا الشهر أيضا يستحب قيامه ويستحب فيه العمل الصالح فتكون صائما بالنهار وتكون قائما بالليل وتكون تاليا للقرآن فتستعد لشهر رمضان وتستعد للمعسكر الأكبر الذي فيه الصيام والقيام وتستعد للقرب إلى الله والقرب من الله وتستقبل هداية الله التي تباشر قلبك بالأعمال الصالحات فتتوج بالنجاة في الدنيا وتفوز بالنجاة في الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل الصالح في شهر شعبان وأن يوفقنا للاستعداد لشهر رمضان إنه سبحانه وتعالى كريم وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته